أن تمر من خلال هذا الطريق يعني أنك في مغامرة قد تنتهي بالموت أو الإصابة يربط هذا الطريق بين مديرية الوازعية وبعض مناطق الشمايتين غرب تعز ومديرية المضاربة كبرى مديريات محافظة لحج يعد هذا طريقا رئيسا للمتنقلين وحركة البضائع وكذلك المرضى لكنه ليس سالكا فهناك مخاطر كبيرة على المارين أن يجتازوها أثناء رحلتهم في الذهب والعودة بين تعز وعدن الانهيارات الصخرية قد تحدث بأي وقت في هذه العقبة المسمى عقبة المنصورة لا يشكل هذا الطريق الجبلي مخاوف بالنسبة للمارين فقط في رحلة التجارة والأغراض اليومية فبحسب سكان المنطقة فإن العديد من السيارات والدراجات النارية قد سقطت في هذا المنحدر ما أدى إلى حدوث وفيات ومصابين كما تعرضت أملاك الأهل القاطنين بجوارها للاحتراق بعد سقوط السيارات يناشد السكان والعابرون في هذا المكان الخطر محافظ لاحج أحمد تركي بسرعة تنفيذ توجيهاته برصف العقبة والتغلب على هذا التحدي اليومي مطالبين بحقهم في الحصول على عبور آمن ترجمة نانسي قنقر شكرا